بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نرحب بكم أعزائنا الطلبة والطالبات في جامعة الإسراء الغراء في كلية العلوم الإدارية والمالية في قسم المحاسبة في فصلنا الجديد الفصل الثاني لعام 2021 في بداية هذا الأمر أسأل الله العزل العلي القدير أن تكونوا بصحة وعافية وفي إطار تعليمنا الإلكتروني في هذه الجامعة الغراء في مساقنا المحاسبة المتوسطة اثنين طبعا وهي تكاملية لما أخذوه في الفصل الأول في نفس الكتاب اللي هو محاسبة متوسطة واحدة واحد سنكمل به إن شاء الله ولكن في البداية أرغب في الحديث معكم عن جامعتنا الغراء وأهدافها وأسسها ومكوناتها حتى تكون لكم الصورة واضحة عن هذه الجامعة إن شاء الله رب العالمين لأن الطالب هو مخرج هذه الجامعة والجامعة تسعى بكل جد وجهد إلى أن تخرج أو تخرج طلبه ذات جودة عالية قادرين على العمل في السوق ويكونوا ذوي همة وعالية إن شاء الله رب العالمين طبعا لا تجعل اليأس في أنفسكم فأنتم عماد هذه الأمة وأنتم عماد هذا المجتمع بالرغم الصعاب سنتعدى بإذن الله هذه الجائحة وكذلك الظروف الاقتصادية وكلنا أمل أن نرتفع هذه الأمة وهذا الشعب بكم إن شاء الله فلا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس أنتم كما قلنا عماد هذه الأمة وكلنا أمل بكم متمنيا لكم دوام الصحة والعافية في البداية أرد أن أرغب في الحديث عن جامعتنا بشكل بسيط حول ما هي الجامعة هي طبعا كما تعلمون مؤسسة أكاديمية نشأت بجهود إخوة من الأكاديمين ذوي النخبة العالية ورجال الأعمال الذين أرغبوا في تحسين مستوى التعليم في فلسطين وعلى وجه الحصوص في غزة لأن عماد الأمم يرتقي بارتقائنا بالعلم طبعا تأسست في 2014 وحصلت على الترخيص العالي واعتمد لها الكثير من البرامج المهمة حيث نجد أنها حصلت كذلك على عضويات مهمة عالمية فيما يتعلق بالجامعات حصلت على عضوية رابطة الجامعات الإسلامية والتحاد الجامعات العربية كذلك حصلت على منح لكليات ستة في الجامعة للدرجة الأولى ألا وهي درجة الباكالوريوس من خلال ستة كليات معتمدة اعتماد كامل من دارة التربية والتعليم ألا وهنا وهو كلية العلوم الإدارية والمالية التي أنتم جزء منها في قسم محاسبة وكلية العلوم الطبية وكلية القانون وكلية الهندسة وكلية العلوم الإنسانية بالإضافة إلى هناك تسع برامج دبلوم متميزة توائم سوق العمل ولغة العصر لسد طبعا الفجوة المعرفية والبحثية المتفاعلة مع القضايا المجتمعية لهذا المجتمع طبعا بحيث تخرج لنا طلبة يقادرين على إدارة السوق والسعي إلى تطويره طبعا في إطار هذا الأمر سعت الجامعة أن تواكب الجائحة التي نمر بها وارتأت في التعليم الإلكتروني كما تعودنا في الفصل الماضي والفصل الحال حتى طبعا نواكب العصر وحتى نكون مع دفة العلم ولا يتتوقف مسيرة العلم فنهجنا أن نكمل في التعليم الإلكتروني بحيث يكون مضاهي للتعليم الوجاه على أكمل وجه من خلال أسليب وحديثة طبعا تسهل على الطالب وعلى المحاضر اللي هو المعلومات المفيدة كما تعلمون أن جامعتنا برغم قصر عمرها الزمني إلا أنها حاجت على الكثير من الإحترام لدى الدول والجامعات حيث أجرت العديد من التوأمة مع الجامعات الفلسطينية والأجنبية والعربية بالإضافة إلى المؤتمرات العلمية النابغة التي انتشرت بشكل كبير وواكبت قضايا معاصرة وشاركت في أساليب أو في توصيات لحلها كذلك آخرها كان وصولنا إلى الآيزو 9001 يعني أعلى معيار للجودة في هذه الجامعة كل ذلك طبعا يصب في أن نخرج طالب قادر على العمل ويكون ملائم لهذا السوق نرجع مرجوعنا الآن إلى محاضرتنا الأساسية أو ما هي هذه المحاضرة وما سوف نتحدث عنه في هذه المحاضرة الأولى والتي ستكون على تعريف لنا به مساقنا وهو المحاسبة المتوسطة 2 وما سوف نحصل عليه من خلال دراستنا وما هي أهداف هذا المساق وما المخرج الذي سيخرج به الطالب بعد الانتهاء من هذه الفصل كذلك سنعرج على الخريطة الزمنية والخطة الزمنية لهو الفصل فيما يتعلق المساق حسب الأربعة عشر أسبوع خلال الفصل إن شاء الله رب العالمين طبعا أول شيء بدنا نوصف المساق نوضح ما هي مكوناته وما الذي سوف نقوم بدراسته في البداية طبعا سيكون عندنا إطار نظري يتحدث عن الفروض والمبادئ التي تحكم التطبيق العالملي من خلال مجموعة من المواضيع المهمة لدينا المتمثلة في الاستثمارات مثلا المحاسبة عن الاستثمارات في الأوراق المالية التي هي بشقيها أوراق الديون والأوراق الملكية وهذا طبعا الفصل السادس طبعا وكيفية معالجتها محاسبية ثم سوف ننتقل إلى الفصل السابع الذي يتحدث عن المحاسبة عن الالتزامات قصيرة الأجل وأيضا كيفية معالجتها المحاسبية وأنواعها وكيفية اللي هو التعامل معها طبعا وفق المعايير المحاسبية إضافة إلى ذلك ننتقل إلى الفصل اللي هو الثامن الذي ستحدث عن المحاسبة عن الالتزامات طويلة الأجل وكيفية المعالجة لها بشكل واضح وكامل ثم ننتقل إلى الفصل التاسع الذي سيتحدث عنه لهو الاعتراف بالإيراد والمعايير الدولية المتعلقة به وكيفية متى نعترف الإيراد وكيفية الإجراءات المحاسبية له ثم ننتقل إلى الفصل الأخير العاشر والذي سيتحدث عن عقود الإيجار طويلة الأجل وكيفية معالجتها والإيجار التمويل والإيجار التشغيل وكيفية الإجراءات طبعا كل ذلك سيكون من خلال ساعات معتمدة من خلال محاضراتنا اللي هو المحاضرات عبر الفيديو وما بين محاضراتنا المتعلقة بالزوم والمناقشة لأي استفسارات إن شاء الله رب العالمين طبعا عندما ندرس هذا المساق سيكون الطالب وصل إلى أهداف ومخرجات ألا وهي أول شيء سيكون الطالب قد تعرف على الاستثمارات في الأوراق المالية وكيفية معالجتها سواء كانت أوراق ديون أو أوراق ملكية من خلال طبعا تطبيقات وتدريبات وتمرينات عملية كذلك سيتعرف وسيستطيع الشرح للمعالج المحاسبي المتعلقة بالالتزامات قصيرة الأجل من خلال التطبيقات والتمرين العملية وصولا إلى معالجة البيانات أو المعالج المحاسبي المتعلقة بالالتزامات طويلة الأجل من خلال التطبيق والتدريبات العملية والتمرين العملية إن شاء الله وسقل مهارات لكم للتفكير والتطبيق فيها أيضا سيتعرف الطالب وسيتطيع أن يعرف هالمعايير المتعلقة بالاعتراف بالإرادة وكيفية معالجته محاسبيا أيضا من خلال أيضا تمرين عملية إن شاء الله رب العالمين وصولا إلى التعرر أن يكون الطالب قادر على معرفة المحاسبة عن العقود الإيجار أنواعها خاصة طويلة الأجل وكيفية علاجها وكيفية الاعتراف بها وكيفية التطبيق عليها عمليا هذه المخرجات أو هذه الأهداف الرئيسية التي سوف يتمكن الطالب من سقلها في نفسه كمخرج له من هذا المصاق ثم ننتقل بعد ذلك إلى ما يتعلق به محتويات هذا المصاق والخطة الزمنية على مدار الأربعة عشر أسبوع التي سنعالجها خلال هذا الفصل بإذن الله تبارك وتعالى طبعا في أسبوعنا الأول سوف نتحدث أو سوف نتعرف أو الطالب سوف يتعرف على الاستثمارات في الأوراق المالية ومفهومها ومن ثم في الأسبوع الثاني سوف يتعرف على كيفية المعالجة للاستثمارات في الأوراق المالية الجزء الأول ألا وهي أوراق الديون في الأسبوع الثاني من خلال طبعا التطبيقات والتمارين العملية ثم بعد ذلك سوف ينتقل الطالب في الأسبوع الثالث إلى التطبيق العملي وكيفية المعالجة للاستثمارات في الأوراق المالية لكن في شق ما يسمى بأوراق الملكية من خلال أيضا تطبيقات وتمارين عملية ثم بعد ذلك في الأسبوع الرابع اللي هو قدرة الطالب على حل هذا التطبيق والتمارين العملية وكيف يجعلج الأوراق المالية بشقيها من خلال التطبيقات والتمارين العملية أما في الأسبوع الخامس فراح يكون يتحدث عن المعالجات المحاسبية المتعلقة بالاستثمارات قصيرة الأجل سواء كانت أول حاجة بأنواعها اللي هي محددة القيمة من خلال أيضا تطبيقات عملية أما الأسبوع السادس فيتحدث عن المعالجات المتعلقة بالاستثمارات قصيرة الأجل لكن نوعها المقدرة من خلال أيضا التطبيقات والتمارين العملية ثم الفصل السابع يتعرف ويشرح المعالجات المحاسبية طبعا الطالب بالالتزامات قصيرة الأجل اللي هي النوع الثالث ألا وهي الشرطية من خلال حل وتطبيقات أيضا وتمارين عملية ثم في الأسبوع الثامن سوف يتم المعالجة المحاسبية في الفصل الثامن اللي هو تتعلق بالالتزامات طويلة الأجل اللي هي ما بين القروض وأوراق الدفع من خلال تطبيقات عملية لهذا الموضوع ثم بعد ذلك سوف ننتقل للأسبوع العاشر أو الفصل العفوا التاسع الأسبوع التاسع راح يكون هناك بيان أو تبيان للمعالجات المحاسبية المتعلقة بمن؟ بالالتزامات الطويلة الأجل فيما يخص القروض تعت السندات القروض اللي ما أخوذها كسندات طبعا من خلال معالجات وتطبيقات عملية لذلك ثم وصولا إلى اللي هو الأسبوع العاشر والذي سنتحدث عنه على معايير الاعتراف بالإراد سبا كانت الأمريكية أو البريطانية أو الدولية وبيان كيفية المعالجة بها من خلال حل التطبيقات طبعا والتمرين العملية وصولا إلى الأسبوع الحادي عشر والذي سيتحدث أو يتعرف فيه الطالب على معايير الاعتراف بالإراد أيضا برضو تكملة لا السابق من خلال طبعا أنواع المعايير سواء كانت أمريكية أو بريطانية أو دولية وصولا إلى الأسبوع الثاني عشر والذي سوف يتحدث عن المحاسبة عن عقود الإيجار وهو التأجير الرأسمالي أو التمويلي طويل الأجل ونشرح كيفية معالجته ونحل التمرين والتطبيقات التي متعلقة به وصولا إلى الأسبوع الثالث عشر والذي سيتعرف عليه الطالب عن عقود الإيجار له عقد إيجار تأجير تشغيلي عقد الإيجار التشغيلي طويل الأجل ونشرح كيفية معالجة هذا الأمر من خلال التطبيقات ثم انتهاءا بالأسبوع الرابع عشر والذي سوف يتحدث عن كذلك المعالجة عن العقود طويلة الأجل لكن في من الإيجار التمويل المباشر في دفتر المؤجر وكيفية المعالجة لها وإجراء التطبيقات والمعايير طبعا بعد ذلك ننتقل إلى الامتحان النهائي طبعا هذه هي الخطة الزمنية لإن شاء الله راح تكون معنا من بداية الفصل حتى نكون مرتبين وبشكل متكامل إن شاء الله وإعطاء كل فصل حقه من الشرح وبشيء من التفصيل والتبسيط كما عهدناكم سابقا وإن شاء الله وعهدتونا سابقا ستجدوا لنا آذان صاغية في أي سؤال ترغبون فيه في هذا الأمر ننتقل جزئية مهمة الآن مهمة جدا جدا عانينا منها الفصل الماضي والآن إن شاء الله سنوضع لها له ترتيب حتى لا ندخل في متاهات فيما يتعلق بالتخيم أول شيء بالنسبة لتوزيع الدرجات لدينا قسمان القسم الأول الأنشطة وأعمال الفصل وعليهم خمسين درجة والنوع الثاني لو اختبرنا هي عليه خمسين درجة الآن ستحدث بالتفصيل في الأنشطة وأعمال الفصل الأنشطة وأعمال الفصل يا جماعة يا طلابنا وطالباتنا الأعزاء راح نكون مقسمات وواضحات من أول الفصل أول جزئية راح تكون معنا فيها إعداد بحث قصير هذا البحث قصير طبعا سوف يكون ضمن دليل الطالب للبحث اللي هو أعداء إن شاء الله الجامعة وسوف أزودكم به لإعداد الطائم طبعا هذا البحث سوف يتناول يتناول جزء أو مفردة من مفردات هذا الفصل أو هذه المساق في المحاسة المتوسطة في عنا وحنطرح عليكم بعض العناوين إن شاء الله نزودكم فيها عساس تشتركوا وتعملوا فيها وقلنا إن شاء الله راح يكون هذا البحث قد يكون مشترك كل اتنين على أكثر تقدير كل اتنين إن شاء الله أو حسب عدد الشعب إن شاء الله هذا نتحدث فيه لاحقا كم طالب يشترك في هذا البحث هذا البحث يا جماعة راح يكون عليه عشر درجات طالما التزمت بمعايير الدليل البحث حسب الدليل اللي حنزودك فيه في كتابة البحث كلما زادت درجاتك وتخيمك به طبعا غير المتن والتزم هذا أول جزء الجزء الثاني راح يكون عندنا اللي هو الواجبات طبعا الواجبات كل فصل راح يكون عندكم واجبات سأطلبها منكم فصلا وأنزلها وهنزل الموعد لها طبعا التزامك بالموعد هو حصولك على درجة عالية عدم التزامك إن قد لا تحسب لك أو درجات إذن عندما يتم تنزيل الواجب راح أعطيكو الوقت المناسب لكن أنت بدك تساعد نفسك وتحل الواجب بشكل عاجل وبشكل سريع وإن شاء الله سنأخذ بعين لاعتبار كل الظروف بحيث أن يكون الوقت كافي لحل الواجبات هذه الواجبات سيكون عليها إن شاء الله كمان عشر درجات أيضا سيكون لنا إكوزان إن شاء الله رب العالمين إلكترونيا على كل إكوز عشر درجات عشر درجات بضل لدينا عشرة لدينا خمس درجات للحضور والنشاط والالتزام في حضور اللي هو الزوم والمشاركة الفاعلة وخمس درجات قد يكون هناك أسئلة تفاعلية أو ما يسمى مثلا إكوز وجاهي عفوا إكوز شخصي ممكن تصل على من خلال الزوم أسألك سؤال شفاوي لتقييم هذه الدرجات وبهيك يكون لدينا خمسين درجات إن شاء الله رب العالمين إذن كل اللي أنا بحكي لك ماذا التزامت فيه كل ما حصلت على أعلى الدرجات عدم التزامك بهذه الخارطة قد تحصل على درجات متدنية وتجد نفسك في علامات قليلة أنا هذا الفصل اللي الماضي كان هناك مشاكل في تسليم الواجبات وتأخير وفتحنا وكذا هذا مش هيكون الاستثناء موجود في كل فصل فأحنا اللي بنرجو منكم إنكم أول بأول تتبعوا الفصل وتكونوا على دراية ومتابعة كل الدراسة أول بأول ستحصلوا على الدرجات العالية بإذن الله تبارك وتعالى هذا فيما يتعلق في جزئنا الأول من هذه المحارة الدراء اللي هو بتكلم عن اللي هو الفصل تكلمنا عن الجامعة وإجراءاتنا وما سوف نصل إليه فيه من خلال تقييمنا لأعمال الفصل بضل عندك تبعاً الخمسين درجة للنهائي إن شاء الله رب العالمين اللي أنا بدأ أحكيه لكم إحنا لا بنخرج على نطاق المنهج ولا حاجة بس أنت بدك تساعد نفسك بالدراسة أول بأول كلما درست أول بأول كلما احتجت أي استفسار نحن كنا في خدمتكم لتوصيل المعلومة إن شاء الله على أكمل وجه نقول رجاء من الرجاء لكم فقط اللي هو الالتزام حسب الخريطة إن شاء الله التي وضعناها لكم الزمنية وهذا الفيديو مهم جداً للحضور لأنه بوضح لك معالم هذا الفصل وكيفية تخطط للحصول على أعلى الدرجات بإذن الله تبارك وتعالى كما تعلمون كتابنا المقرر هو نفس الكتاب بتاع الفصل الماضي اللي هو احنا خطنا خمس فصول بظل لدينا خمسة في الفصل هذا اللي هو محاسبة متوسطة للدكتور عبد الناصر نور وإهاب نظم إبراهيم اللي هو يسمى محاسبة متوسطة طبعاً طابعة عمان اللي هو لنسخة 2015 وهناك فيه نسخ أحداث إن شاء الله لنتمكننا من الحصول عليها كذا طبعاً الكتاب أكيد متوفر لديكم من العام الماضي متمنياً لكم طبعاً البدء مباشرة في دراسته والمتابعة أولاً بأول في محاضرتنا حتى لا يتراكم عليكم العمل ننتقل الآن إلى جزئية اللي هو ما سوف نشرحه في المحاضرة القادمة اللي هو بتتعلق في الفصل تاعنا إن شاء الله رب العالمين الفصل اللي هو يسمى الفصل السادس الذي يتحدث عن المحاسبة عن الاستثمارات طويلة الأجل طبعاً خلال هذا الفصل سوف يتعرف الطالب على الاستثمارات في الأوراق المالية كذلك سوف يتعرف الطالب على كيفية معالجة الاستثمارات في الأوراق المالية في أوراق التي هي الديون من خلال التطبيقات العملية وال تمارين العملية كذلك سوف يتعرف الطالب أو يطبق الطالب كيفية معالجة الاستثمارات في الأوراق المالية التي هي نوحة أوراق ملكية من خلال التطبيقات أيضاً سيتمكن في نهاية هذا الفصل إن شاء الله من حل التطبيقات والتمارين العملية حول الاستثمارات في الأوراق المالية على اختلاف أنواعها تحدثنا لكم المحاسة المتمسطة مادة دقيقة معلوماتها وفاهيمها دقيقة لكن بالمتابعة إن شاء الله أموركم راح تكون بسيطة أو سهلة وإن شاء الله قدر الإمكان راح نبسط ونسهل عليكم في هذا الأمر طبعاً لما نيجي نتحدث عن هذا الفصل هنحكي عن الاستثمار إيش هو وإيش طبيعته وإيش دوافع الاستثمار في الأوراق المالية للشركات وحنتحدث عن أنواع تعته اللي بتتمثل في حقوق الملكية والأوراق المالية اللي يتمثل ديوناً على الغير وكيفية اعتماد المحاسبة عن الاستثمارات في أنواع المالية والمعالجات المحاسبية لها وما يتعلق بها كل إن شاء الله جزئية راح نكون بها بتوضيح بسيط وسهل إن شاء الله هنحكي عن أوراق المالية التي تمثل الحقوق الملكية وكيف نعالجها ومتى نعترف بالخسائر وما هي القيمة السوقية واش المعايير المحاسبية اللي بتعالج هذا الأمر زي المعيار رقم 39 والمعيار رقم 115 راح نفهم عن ايش بحكم وايش بساعدنا في اللي هو المعالجات المحاسبية أيضاً سنستعرض اللي هو المعالجة المحاسبية للاستثمارات في أوراق الديون كيف بتتم واش الفوائد الموجودة عليها الفوائد الدولية الثابتة حسب المعيار رقم 115 أيضاً سنشوف الاستثمارات في هذا النوع ثلاث أنواع اللي هي أوراق مالية ستحفظ أو تحفظ حتى تاريخ اللي هي الاستحقاق في أوراق مالية بغرض إذا هو المتابعة في أن أوراق مالية متاحة للبيع هذه الثلاث أنواع راح نحكي عنها بالتفصيل حسب المعيار الموجود عندنا وكيفية معالجاتها سواء بالسندات أو أي وفوائد السندات وقيمتها الاسمية وكيفية والسعر السائد في السوق والسعر الفائد سنتعرف عليه أيضاً هنتعرف عن علاوات عندما نقتني السندات بعلاوة الشراء وعلاوة الشراء هنعرفها ونأخذ أمثلة وتطبيقات عملية على هذا الأمر والطرق المختلفة سواء التعلق في الطريقة الأولى للطريقة الإسمية والطريقة الثانية المتعلقة بالطريقة اللي هو التكلفة المدفوعة أيضاً كيفية اللي هو استخدام الطرق القصد منها الثابت وفي منها المعدل الفائد الحقيقي وإيش القوانيم اللي بتحدد قيد النفاذ قصد النفاذ والفائد المحصلة من خلال تمارين بسيطة إن شاء الله وسهلة ومعالجتها إن شاء الله بتكون بالأسلوب السهل أيضاً هنحكي عن السندات عندما نقدنيها بخصم الشراء قلنا بعالوة الشراء وبخصم الشراء وبيع الاستثمارات في السندات الكثير طبعاً من هذه المعلومات اللي هنحكي فيها إن شاء الله واحدة تلو الأخرى وكيفية المعالجة المحاسبية إن شاء الله بشكل مبسط هنحكي عن الأوراق المالية للإتجار كيف بتتم وكيف نعالجها محاسبين طبعاً كل ذلك وفق المعايير من خلال تطبيقات وتمارين حسب ما اعترف بها اللي هو المعايير المحاسبية الدولية اللي هي ناظم لعلم المحاسبة الذي يهتم بتطوير المعالجات المحاسبية أولاً مواكبة للسوق العالمي وتطورات العالمية كما تعدمون أيضاً عن القيمة العادلة للإستثمارات راح نشوف عن الأوراق المالية المتاحة للبيع وكيف بنا نعالجها هذه برضو شغلة مهمة راح نعرفها هنحكي عن حاجات كتير المكاسب والخسار الحيازة المحقيقية وغير محققة أوراق بيع الأوراق المالية المتاحة للبيع راح نحكي عنها هنحكي عن القيمة الدفترية للسندات زي ما حكينا سابقاً كيف المعالجة هنحكي عن المعالجة المحاسبية عن الاستثمارات في الأوراق المالية كل هذه المعالجات في تاريخ الاغتناء سواء بالشراء النقدي أو بالشراء بأوراق مالية ونقدي معاً أو بالمعالجة المحاسبية في أوراق الملكية هذا النوع التاني هنشوفه بشكل كامل وحنحكي عن أنواع سواء إذا اقتنينا من 20% من القيمة العادلة أو بعدين نزقتنا من 20% إلى 50% حسب طريقة الملكية ثم زقتنا بما يزيد عن اللي هو 50% هذا الرقم خطأ بما يزيد عن 50% من القوامة يعني بتصير عملية السيطرة راح نشوفها وحنشوف القواعد المختلفة في المستويات المختلفة كيف المعالجة المحاسبية إلها ليه الاقتناء قلنا بعشرين في المية واللي بتمانين وهو معالجات طبعاً المحاسبية راح تكون على هذا الأمر بشكل بسيط أيضاً هنشوف عندما تكون شركات قابضة وشركة تابعة راح تكون عندنا قوام مالية موحدة ومجمعة برضو راح نشوفها كيف بتتم المعالجات المحاسبية وبهيك طبعاً نحن بنكون عرّجنا عن المعلومات اللي راح تكون معنا خلال هذا الفصل اللي هو بتعلق في الفصل السادس عن الاستثمار في الأوراق المالية بشقيها سواء كانت الديون أو أوراق الملكية راح نعالجها بشكل سليم كل ما أريد منكم هو المتابعة أول بأول راح نشرح بشكل بطيء وميسر حتى تصل المعلومة لكم إن شاء الله رب العالمين لا تكتفوا بالحضور دون الدراسة وحل التمارين أي تمرين إن شاء الله بنحله مع بعض كل ذلك إذا كان أول بأول أنتظر منكم أي استفسارات حول هذا الموضوع حتى لا تكون لديكم أي إشكالي إن شاء الله لأن هذه المواضيع طبعا تراكمية وتعتمد على بعضها البعض لتجمع أو لتصلح لنا المعلومة بالشكل السليم والكامل متمنيا لكم مرة أخرى دوام الصحة والعافية وننطلق في المحاضرة القادمة إن شاء الله في شرح هذا الفصل على أكمل وجه بنشاط وجد إن شاء الله متمنيا لكم دوام الصحة والعافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر